فبالتالي احنا عايزين نوعي لسادة المشاهدين ان نخلي بالكو لازم تلجأوا للطبيب في حالات معينة ايه هي بقى الحالات المعينة اللي انا هقول عليها دلوقتي مهم جدا دفع اول حاجة الحرارة ما بتنزلش على طول مرتفعة 38.5-39-40 لمدة كم يوم يا فندم الحرارة مرتفعة هتعدل سبعة ايام سبعة ايام اه زي ما قلت في الاول البرنامج ان خلال التهاب الشعب البسيط خمس ست ايام بيخف بمزايا الفل انما لو طول عن كده نخلي بالها فقا اول حاجة الحرارة ما بتنزلش تاني حاجة نهاجان وخلي بالك عايزين نفرق ما بين النهاجان الناتج عن التهاب الشعبي رئوي والنهاجان الناتج عن حاسية لان في بعض الناس لو جال النازل البرد بتلاقيها بتنهج نتيجة عندها حاسية فلازم طبعا حاسية الصدر دي بيبقى النهاجان بتاعها بيختلف في ايه الحاسية الصدر بيبقى الهوى هو طالع مدته اطول وهو داخل يعني الطبيب بقى هو اللي يعرف القصة دي نما في الناتهاب الرئيق والاتنين قد بعض الانسباريشن قد الاكسباريشن فبالتالي بتلاقي النهاجان واضح جدا وعدد مرات التنفذ بتبقى سريعة ويبقى توكسك يعني مش قادر يتكلم فخلي بالك من حلمات دي الحرارة بتنزلش المريض بينهج على طول مش قادر يتكلم قلم في الصدر مع النفس خد نفس صدره بيقلمه طلع النفس صدره بيقلمه تالت حاجة بتلاقيه ارتعش يعني تلاقيه على طول رعشة معاه موجود وجسمه انكسر واهم من ده كله بقى ان ساعات بعض الناس الكبار في السن في حاجة اسمها الكونفوشن بقى تلاقي الوعي بتاعه اطرب ولما كلمة الوعي اطرب ببص على حاجة اسمها ايه تركيز الاكسجين في الدم فده طبعا مهمة اوي بالجهاز ونبص عليه اذا كان الاكسجين سابلاي بفروض ما يقلش على 95% وطبعا احنا كلنا تعودنا على الجهاز ده في الفيروس الناس بتقولك ده كورونا رجعت لا ما رجعتش ولا حاجة هو فيه فيروس اسمه المخلاوي ده منتشر الايام دي وده فيروس شديد شوية نفس علامات الكورونا ولكن نفس عائلة الانفلوانزة او نفس بالزبط ومالقوش مضاعفاته بسيطة جدا مضاعفاته بسيطة جدا ولازم نخلي بالنا ان التهاب الشعب الرئوي فيه فيروس او اليوم يكون بكتيريا او اليوم يكون فطريات وخلي بالنا برضو ان الموضوع بتاع الالتهاب الرئوي مايتعالجش ببيت او بمعنى اصح مايتعالجش فيه عن طريق طبيب والمراجعة داخل البيت لازم نعمل لو زاد عن سبعة هيه من نهجان لازم نعمل ايه اكس راي الاشعة مهمة جدا 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 وكل المستشفات على وزارة الصحة 24 ساعة الاشعة موجودة سواء كان عندنا في الحميات او اي مستشفى حميات اخرى وزارة الصحة موجود جامد جدا 24 ساعة عايز اشعة هتلاقيها موجودة وهتلاقي خصية اشعة وهتلاقي التقرير موجود فبمعنى اصح ان فيه تقدم موجود استغله مش هستنى بقى مركز اشعة عشان نشوف الاشعة كاملة لا ده فيه طوارق 24 ساعة بالاجهزة بتاعتها من كبل وزارة الصحة فجاء نستغل الموقف ده ان هتلاقي فيه خدمة طبية كويسة وتشخيص وعلاج ان شاء الله طيب مؤشرات الاصابة ممكن نرقيها كمان في الانف في الفم في الحلق ممكن نرقي التفاصيل دي كلها اللي دايما اول حاجة بنسمحها زوري افل مناخيري مش مصبوطة وداني فيه التهاب مثلا فيه عدم اتزان هل دي كلها ممكن تكون مؤشرات للالتهاب الشعبي بقى مش الالتهاب الرئوي عشان نقدر بس سؤالك جميل قوي بس عايز اقوله حرك حاجتين فيه حاجة اسمها التهاب شعب في الجهاز العلوي التنفسي وفيه جهاز الصفل التنفسي الجهاز العلوي اللي حارك بتقوله عليه ده البداية فيه مريض بيجيلي بالاعراض اللي حارك قلتها عنده زكام جامد مش قادر صداع جبل عنفية ملتهبة وده انه بتوجعه زوره بيوجعه ده اسمه التهاب فيروس في الجهاز العلوي التنفسي وفيه الجهاز الصفل اللي احنا بنتكلم عليه بقى ده كله بندل المعطيات اللي احنا قلناها وفيه الاتنين ايه وبالظبط بيبتدي على طول بزكام ومش قادر وبعد كده قولك يا دكتور بتدي تقوح وبتدي تنهج والحرارة بتاعت مش عايزة تنزل وما تخافوش الموضوع الحمد لله نشكر ربنا كان في المية 98% بيبقى كومبيلت ركافر يعني الدنيا بتبقى كويسة جدا لكن في بعض الحالات نخلي بالنا منها قوي الناس اللي عندها قلنا من شوية أمراض نزمنة أو التحت السنتين في الأطفال والأمراض النزمنة اللي احنا قلنا عليها من شوية تخلي بالكواب قوي 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 اللي دول يتحط عليهم 100 ألف خط طب في بعض الأشخاص بيبقى مصابين ببعض الأمراض زي الرب أو الانتفاخ الرئة أو الانسداد المزمن للرئة ودول ليهم معاملة خاصة؟ طبعا سؤال حاجة مهمة جدا السيقوبي دي ده اللي هو سد الرئوية أصدر حاجة ده بيبقى عنده قصة من حاجة البرونكا الأزمالية الأزمات الربوية المزمنة الأزمات الربوية المزمنة ده بيبقى فيه حاجة اسمها جينات جينات يعني يتلاقي الأب والأم وتلاقي الخيل والعمة فده لما تلاقي أكتر من أكتر من شخص عنده حسية صدرية في العيلة ده تخلي بالك من الأجيال اللي موجودة والسيمطوم الذي بتتاهل بمعنى بمعنى أن الحسية زادت وطبعا كلمة الحسية زادت نتيجة الحاجتين مهمين قوي وهستغل البرنامج بتاعك نحن نقولها أول حاجة العادات السيئة من الصغر تلاقي الولد عنده عشرين سنة وخمسة عشرين سنة وقاعد على القافي وقاعد يشيش ويشرب سجاير بهي سموكر قوي وده طبعا في الحالة دي بنقول أن مقاومة صدره مالها هتقل بعد شوية سنة سنتين تلاتة يبتدي لو شايد برد بسيط يتقف الممرات الهوائية ويحصل حاجة يقولك صدري بيزيق وانا نايم وشادر أغض نفت طب ده أنت مين سببه؟ مترد؟ مين سببه؟ العادات السيئة العادات السنوك نفسه؟ اللي إحنا لازم نقولها من خلال البرنامج بتاع ساعدتك خلي بالكم العادات بتاعت الشباب بالوقتي هنعرفها دلوقتي هنعرفها قدام لأن لو أنت بسيت على قفهات كتيرة أو تلاقي الشباب قاعد وبيشيش وطبعا بيقلل مقاومة الشاست بتاعته فبالتالي الوجود الدخان اللي موجود على طول وبيشمه ده بيقلل مناعة السدر ويحصل حاجة اسمها تقلصات في الممرات الهوائية وأزمات وهيعرفها قدام لما يكبر في السن لما يكبر في السن